بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العلي العظيم هذه الحياة سلسلة متواصلة جعلها الله سبحانه وتعالى لكي ينقذ الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور لذلك جعل فيها مجموعة قوانين وسنن لا تتغير ولا تتبدل بين من كان قبلنا ومن سيأتي بعدنا وعندما تجد إنسانا منحرفا مبتعدا فإنه لم يلاحظ تلك القوانين وتلك السنن كثير من الناس عندما يسأل عن دولة عن عقيدة عن أمة فإنه يسأل عن عدد أفرادها عن إمكانياتها عن مميزاتها عما كانت تملك من الأمور المادية لكن الله سبحانه وتعالى ليست سننه هكذا جعل قيمة واحدة يستطيع أن يملكها الإنسان القوي والإنسان الضعيف الإنسان الغني الإنسان الفقير الإنسان المطلع والإنسان غير المطلع تلك هي قيمة الحق قد خلت من قبلهم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله سبحانه وتعالى عذب أولئك الذين لم يتبعوا سنن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أخر تلك الأمم التي تجاوزت عن الحق ورفع شأن الأفراد المؤمنين الصادقين الذين تمسكوا بالحق ولو لم يكونوا يملكون شيئا في حياتهم عندما يقارن شخص مثل أبي ذرن الغفاري مع أبي جهل أو أبي لهب أو أبي سفيان أو غيرهم من رجالات قريش من رجالات المشركين لا تجد مجالا للقياس وللمقارنة بينهما لكن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه صعد في مراتب الإيمان والشرف وركس هؤلاء إلى الأرض وخلدوا إلى الأرض بكل ما يملكون من قوة بكل ما يملكون من قيم إذن قيمة الحق هي التي تجعل الإنسان يصعد أو ينزل في هذه الحياة ويجب علينا أن نتأمل في هذه الأمور لأن هذا بيان لكل الناس وموعظة لكل الناس وطريق لكل إنسان في هذه الحياة إذا أراد أن يتقدم إذا أراد أن يحقق الأمنيات إذا أراد أن يحمل رسالات ربه ويجعل كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سيأتي من يثبت سيأتي من يحارب سيأتي من يتبلى ويوشي ويفشي بالمؤمنين بأسرارهم لكن أنت أيها المؤمن منصور من قبل الله عز وجل فلا تخشى شيئا ابقى على ما أنت عليه حافظ على هذا الخط الذي أنت فيه وهذا النور العظيم الذي تمسكه والحياة هكذا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله الله سبحانه وتعالى كل من يواجه يتحمل الآلام ولا يمكن كان مشركا أو كان مؤمنا لا يمكن أن ينتصر ما لم يدوس على جراحه ما لم يدوس على آلامه ما لم يتسامى ويتعالى على كل الآلام نفسية كانت أو مادية كانت أو غير ذلك أو مصاعب الحياة وشضف الحياة الذي يعيش فيه هذه سنة الحياة رب العزة والجلال يقول كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا في هذه الحياة تنافس تسابق والله سبحانه وتعالى حاشاه أن يظلم أحدا لذلك يعطي الكافر ويعطي المؤمن لكن من يتمسك بالحق هو الذي ينتصر من يبقى مع الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل نصره عليه الله سبحانه وتعالى يختبر الناس يمحص المؤمن منهم الصادق منهم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقاتل آباءنا وإخواننا وأعمامنا فلما علم الله مننا الصدق أنزل نصره علينا هذه قاعدة الحياة نعم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس الحياة لا تدوم يوم لك ويوم عليك يوم يحكم نبي من أنبياء الله عز وجل ويوم يأتي طاغية من الطغاة ليتحكم في مصائر العباد وفي كل الحالين امتحان للمؤمن وفي كل الحالين سباق للناس من يصل ومن يتأخر من يتقدم ومن يخلد إلى الأرض هذه سنة الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الشهادة تلك المرتبة العالية التي يتمناها الكثير لكن لا يحصل عليها إلا القليل القليل إلا الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة إلا الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا شهداء ويتخذ منكم شهداء لا نحن نقرر الله سبحانه وتعالى يختار من عذنه الذي يكونوا شهداء لذلك الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاءه أبو حمزة الثمالي قال يا ابن رسول الله إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله شهادة ويتخذ منكم شهداء نعم الشهادة أقصر طريق إلى الجنة الشهادة أرفع مرتبة في مراتب الإيمان والجهاد فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المر في سبيل الله فليس فوقه بر ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لا نعتقد ولا نتوهم إن الله سبحانه وتعالى ممكن ينزل نصر على الظالمين أبدا لأن الله يريد لهذه الحياة أن تكون خالصة للمؤمنين أن تكون مهيئة للمؤمنين وللإيمان بالله سبحانه وتعالى ولتحكيم كلمة الله عز وجل فيها ولا يمكن الظالم أن يحقق ذلك فالله سبحانه وتعالى حاشاه أن يفتح الطريق أمام الظالم لكن عندما نتأخر عندما نتخلى عن واجباتنا عندما نضل الطريق عندما نبحث عن غير ما يرفع الإنسان حقيقة في هذه الحياة يتسلط علينا الظالمون لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم أما الله ينصر ظالم مستحيل الله ينصر المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا يدافع عن ظالم لكن بشرط أن يكون المؤمنون في مستوى التحدي في مستوى الإيمان وفي مستوى العطاء لماذا؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين هذه سنة الله سبحانه وتعالى لم يحاب نبيا ويرفعه لأنه فلان ابن فلان أو وصيا أو إماما أو إنسانا وإنما لدرجة الإيمان والتقوى التي كان يحملها بين جنبي النصر لكم أيها المؤمنون لكن بشرط أن نكون مع الحق ندور معه حيثما دار عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار لأن أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام لا يمكن أن يقف معا غير الحق لا يمكن أن يقول غير الحق لا يمكن أن يدافع عن غير الحق لا يمكن أن يؤيد ويدعم إلا الحق وكل من وقف هذا الموقف وحمل هذه الراية يكون من المنصورين الذين ينصرهم الله سبحانه وتعالى لا ينتصر شيء إلا الحق في هذه الحياة حتى وإن برز في فترة من الفترات وتغلب باطل فإن هذا الباطل يتبخر في ثواني وفي لحظات لسنا في هذه الحياة أعظم مما وهؤلاء الحكام الفجر الظالمين أعظم مما كان فرعون لكن فرعون في لحظة واحدة أغرقه الله سبحانه وتعالى وجنوده ونصر نبيه موسى عليه أفضل الصلاة والسلام ومن كان معه نحن الأعلوم فلا نيأس ولا نبتأس سنلام سيأتي من يقول من أخرجكم ما هو المسوغ الشرعي ما هو المبرر في هذه السفرة في العراق أحد السادة الأفاضل في مكتب واحد من المراجع نزل على شعب البحرين نزل وقال أنتوا يجب أن تطلعوا ولا تتسرعوا ولا تتعجلوا لأن التشيع فيه خطر قلت له بكل بساطة أنت سيد جليل أنا رأيت أمامي وسمعت كل هذه الجرائم هتك أعراب ظلم قتل وما شابه عطني فتو أقعد في بيتنا قال أنا مو مرجع قلت لأنت مو مرجع بس بالعلم اللي عندك تقبل نعم سيحاربوننا قدمون بعض الأسماء الشباب النشط اللي يتحركون ومنه غطاكم وأنتوا اللي خاربين البلد وأنتوا 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 هذا الكلام للأنبياء قيل مو إليوا إلك لكن الحق يجب أن نبقى معه أنتم الأعلون كل الثورات في البحرين كانت لها مطالب جزئية وهذه الثورة بعد كل التجارب السابقة التي مرت بها البحرين أخذت قرارا صائبا واضحا وهو أننا لا نريد أن نكرر التجارب السابقة كفى تجربة مع آل خليفة لابد أن يرحل هؤلاء ولابد أن يقدم المجرمون منهم إلى العدالة اليوم غدا بعد غد بعد سنة بعد عشرين سنة لابد من ذلك لا تراجع عن هذا ولا تنازل عن هذا الدكتاتورية انتهى نحن نقول ننادي بحكم الله عز وجل بحكم الإسلام إذا نتنزل نقول بما يختاره الشعب للشعب كلمة السيادة الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يختار النظام الذي يحكمه ويختار من يمثله حقيقة في هذه البلد لا يمكن أن يفرض علينا من جديد عائلة ولا شخص ولا أحد سواء كان الشخص واحد أو كان النظام مجموعة من الأشخاص قبيلة واحدة أو قبيل أو عدة قبائل اليوم الوضع تغير كل الثورات السابقة كانت تطالب بمطالب جزئية لم تحقق ولا واحد من مئة في المئة من تلك المطالب اليوم الناس تغيروا وصلوا إلى قناعة أن هذه السلطة لا يمكن التعايش معها هذه السلطة لا يمكن أن تحكمنا من جديد هذه السلطة لا يجب أن تستمر مهما كانت الظروف ومهما قدمنا في التسعينات قدمنا ثمانية وأربعين شهيد وكان يمكن الصبر شوية ونحقق نتائج أفضل وقد قلنا لبعض الأخوة لا تستعجلوا لا تقبلوا بهذه المبادرة انتظروا اليوم دفعنا مائتين شهيد مائة وخمسة وستين شهيد المعلن عنهم وهناك كثير من الشهداء عوائلهم يخافوا أهاليهم يخافوا لأي سبب من الأسباب لم يعلن عنهم وإذا تصالحنا من جديد وإذا رجعنا إلى المربع الأول من جديد فإننا سندفع في المرات القادمة أضعاف أضعاف ما دفعنا لا يمكن أن نقبل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله وكفى بالله في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ويخوّفونك بالذين من دونه نعم لا نخشى إلا الله هؤلاء الشهداء شهداء حق شهداء دين لا يمكن التشكيك فيهم لا يمكن التشكيك في منهجهم لا يمكن التشكيك في سبيلهم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من مات دفاعا عن ماله فهو شهيد من مات دفاعا عن عرضه فهو شهيد من مات دفاعا عن أخي فهو شهيد كل هذه الأمور متحققة في هؤلاء الشهداء هم الخالدون وبدمائهم إن شاء الله ستنتصر ثورتنا وبدمائهم الزكية إن شاء الله سيستسقط الدكتاتورية ويسقط الطغيان ويكتب تاريخ جديد لهذه الجزيرة المؤمنة التي آمنت بمجرد أن سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقت على إيمانها ودفعت ولا زالت تدفع إلى اليوم وإلى الغد وإلى بعد الغد مئات الشهداء آلاف الشهداء لكن طريقهم لم يتغير عقيدتهم لم تتغير جربوا معنا كل ما يستطيعون حاولوا معنا كل ما يقدرون لكن عقيدة هذا الشعب ثابتة إيمان هذا الشعب ثابت ولا هذا الشعب ثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأبرار ولن يتغير ولن يتغير ولن يتغير حتى لو تقدم منا مئات آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف شهداء لنكون شهداء ولنكون ممن اتخذهم الله سبحانه وتعالى شهداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته